ملف الوجود الامريكي في العراق لا يزال الشغل الشاغل لبعض الكتل السياسية على الرغم من ان ملف جائحة كورونا يمثل الملف الاخطر على البلاد في الوقت الرهن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بعد تسلمه رئاسة الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لاجراء المباحثات مع الجانب الامريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق محللون اشاروا الى ان العراق بصدد القيام باعادة التوازن لعلاقاته مع الولايات المتحدة الامريكية خاصة وان هناك ضغوط داخلية كبيرة على الكاظمي تطالب باخراج القوات الامريكية من الساحة العراقية اللجنة شكلت في اول يومين بعد تسلم السيد الكاظمي لرئاسة الوزراء وهي برئاسة وكيل وزير خارجية وزير خارجية الحالي بالوكالة لكن ينقصها بعض المفردات الموضوع انه تم اختيار اللجنة من الاجهزة الامنية ومن وزارة الخارجية والمستشار السياسي المعنيين بالحوار السياسي لكن واقع الحال نحن نحتاج الى من يمتلك المفاتيح الايرانية وفي نفس الوقت يعرف اماكن المفاتيح الامريكية محللون يرون انه من الضروري في الوقت الحالي اجراء المباحثات مع الجانب الامريكي ويعادة النظر في اطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق من جهة وحاجة العراق لابقاء هذه القوات على ساحة المواجهة مع تنظيمات داعش من جهة اخرى تنتظر العراق هناك فرصة لعادة حلقة توازن بعلاقات طبيعية مع الولايات المتحدة المريكية وليس هناك ضغوط داخلية على اخراج القوات الامريكية من الساحة العراقية وبالتالي نرى بأن هناك ضغط كبير على السيد الكارلمي بعادة حلقة التوازن بهذه العلاقات بين الولايات المتحدة المتحدة والحاجة العراقية ليبقى هذه القوات على ساحة المواجهة مع تنظيمات داعش الرهابية وبهذا نرى أصبح نزاماً الآن بأن تكون التفاوضات القادمة به إعادة النظر في اتفاق طاري استراتيجي بعيد المدى وجعل الساحة العراقية ساحة نمسا مثل ما حدث سابقا وللوجود الأمريكي في العراق طرف مضحكة فالكتل السياسية التي طرحت موضوع الوجود الأجنبي منقسمة فيما بينها فبعض عضاؤها يعز عدم استثباب الأمن في العراق إلى الوجود الأجنبي فيما أكد البعض الآخر من نفس الكتلة إلى أن الانسحاب الأمريكي من العراق هو لإتاحة الفرصة لتنظيم داعش الإرهابي بالتواغل في الأراضي العراقية